اخبار اليوم دينا تركه 3 مرات وصفي ناز 4 في ليالي رأس السنة بشير الديك يعلن ترشيحه لمجلس إدارة المهنة السينمائية تينا فاي وجون سينا في العرض الخاص لفيلم السيسترز النجمة اللبنانية نيكول سبقف هي ليدي ليلة رأس السنة والحسان الرابح لإحياء أربع حفلات غنائية من الطراز الخاص حفلة الأول والمتوقع أن يكون أكثر حفلات تلك الليلة جبالا في مولى العرب بمدينة 6 أكتوبر فجأة النجمة العالمية الجميع بتقبل روبلو في الحفلة أمام الجميع حتى أن زوجته قدمنا الحضور كما قامت النجمة بإلقاء كلمة عن روبلو أثناء الحفلة يعود الفنان محمود عبد المغني من المملكة العربية السعودية السبت المقبل بعد أداء مناسك العمر ولم يستقر عبد المغني حتى الآن على عمل الذي سينفزه في أمام رمضان المقبل كما أنه لم يرتبط بأي أعمال سينمائية موسيقى أقسمة راكسة دينا وصفي ناز إحياء حفلات رأس السنة حيث تركز دينا في ثلاث أماكن مختلفة في حين ستركز صفنوز في أربع أماكن ومكانان يجمع بين الأسنين موسيقى السيناريست الكبير بشيرة ديكت ترشح لمجلس إدارة المهنة السينمائية في الانتخابات المقرر الإجراءة 17 يناير المقبل وكل السيناريست سيتقدم بأوراك ترشيح في النقابة غد الخميس موسيقى حضرت النجمة تين فاي وعدد من أبطال فيلمي سيستر العرض الخاص بمسرح في نيويورك حيث أن فيلمي سيستر من المقرر ترحو جماهيريا 18 ديسمبر الجاري في السينمائيات بالولايات المتحدة الأمريكية كما يعرض العمل في كثير من الدول خلال الشهر الجاري منها بريطانيا وكندا والبرتغال وكويت وغيرها تاية نشرتنا الفنية كانت معكم وجيد عبداللطيف أخبار اليوم